تلقى حضرته صاحب السمو من البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعى رسالة تهنئة من أخيه سمو شيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح هذا نفسها سيدي حضرت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعى أمير البلاد المفدى يشرفني أن أعرب لسموكم حفظكم الله ورعاكم بأسماء وإخواني الوزراء عن بالغ السعادة والاعتزاز بعودة سموكم الميمونة إلى أرض الوطن سالما معافى بعد الفحوصات الطبية التي أجريتموها وتكللت بفضل الله تعالى ثم بفضل دعاء أهل الكويت الأوفياء بالنجاح والشفاء ويطيب لي في هذه المناسبة السعيدة التي ازدانت بها الكويت فرحا وسرورا بعودة سموكم حفظكم الله ورعاكم لمواصلة عطائكم وتوجيهاتكم السديدة من أجل دفع مسيرة البناء التي تنعم وتفخروا بها وكانت نبراسا لنا فيما تحقق من إنجازات مشهودة في عهدكم الزاهر أن نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لسموكم حفظكم الله ورعاكم مستذكرين أعمالكم وإنجازاتكم ومآثيركم الكبيرة تجاه وطننا الذي أحببتم أهله ورعيتم مصالحه وعليتم شأن بين الدول التي أفاء خيره على كثير من الشعوب بفضل سياسة سموكم الحكيمة ورؤيتكم الثاقبة وبصيرتكم النافذة وحر سموكم الدائم على تعزيز مكانته في العالم خالصوا تهانينا وتمنياتنا الدائمة لسموكم حفظكم الله ورعاكم بموفور الصحة والعافية ولوطننا العزيز بدوام التقدم والازدهار والعزة في ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة لسموكم حفظكم الله ورعاكم ودمتم سموكم حفظكم الله